مرحبا بكم في مواعد جديد من سبور ميكس نجمو تابعونا يما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريقنسة بتاعنا 106.9 وتابعونا ايضا من خلال قناتنا على يوتوب صنغان كيف كيف على الصفحة الرسمية في فيسبوك صنغان تشاهدونا بالصوت والصورة باش نعودوا على اخر المستجدات في الساحة الرياضية في تونس والعالم من توا حتى النصف ونصف ساعة ونصف فيها كرة عادية المواضية مع ضيوفنا اليوم اختارات ال多بسruktورة الى وسهلة مرحبا اسلام مرحبا بالحضر ومرحبا بكل مستمعين شنون الامور الحمدوس الله صباح10 مرحبا بالسلام مرحبا بكل المستمعين ومرحبا بكل الحضورلك معنا شنون الامور في الناس؟ لابس كل عده الحمدول الله قدش يا منذ الفاني مرحبا مرحبا بbits مرحبا مسلم مرحبا بالحضور ومستمعينم شادية مرحبا بيك قدش ايضا ايضا .كني اخري لها اهل وسهلة نارية كما تقول انت ذالي اشتعاد اميسيون الله مصال يعني امري ما قلت تشكيها نارية اي انا قلت هالك اليوم اخويا سنحب نسلم على رضا البوراوي اخويا والله والله يا خالي انو منوجه لي رسالة من هناك انو اسمع فينا ارى اخويا تفجعنا عليك اعلى قل ابعفلنا رسالة طمن على صحتك اخويا انا اسمعت بي صحح في ذاعة في الولايات المتحدة الامريكية ذاك عليش ما عشي انت انت واخو الامور بهذا والله اخوها انا بجدية كم ليه لباس بري ليه لباس بري لباس ان شاء الله اخويا المنع انا ما احشب بش يقول لك اخويا راني طلعت مشيت راني جنعت باي خلنبدأوا نحكيوا الموضيع متعنا في الحصة متعنا اليوم بيش نبدأوا علاقة معتزة الزادين بترجل يا ذي تونس البرح شفنا ستوري للعب على حسابه في انستغرام ما فمش رسالة وراضحة لكن فم تلميحات تحكي انه اللاعب متقلق من العلاقة متاعه من وضعيته خلينا نقوله في الترجل يا ذي تونسي خنابدا معك انت رفقي وناخد تعليق من عندك الناس الكل تشوفنا التقلق والمستوى الكبير اللي قدمه معتز في مصر الموسم الماضي توقعنا باش تكون عودة من باب الكبير لترجل لكن الى حتى لليوم كانت تهميش تقريبا وصحيح اسلام ممكن ان نذكر حتى تسريح الناتق الرسمي وليد غرفالة تحيالي وقتها في تسريح اذاعي قرنوا معتز زدام ابتداء يظهر لي من واحد يجويلية يكون على ضمة تراجي وقتها يظهر لي وخر شوية لانه البطولة المصرية وفاة تماخر لكنا توقعنا وانه معتز زدام مش يكون داخل حسابات لطار الفني نظرا كما حكيت انتي لك المستوى الكبير اللي قدمه مع المصر البورساعيدي تقريبا في الجوالات الاخيرة كان نجم البطولة المصرية معتز زدام اللي قدم اضافة كبيرة للفريق المصري وحتى حد حسب رأي ما ينفي قيمة معتز زدام خصال معتز زدام رياضيا فنيا نحكي كراويا ملاعب اللي في وقت مش بعيد كان موجود ضمن المنتخب الوطني التونسي شوفنا تقلقوا مع النجم الرادي الساحلي في عمر صغير العب في المنتخب الوطني العب حتى في المنتخب الول كان موجود كان داخل الحسابات يبدو انه الحقيقة ديما مسألة معتز زدام خارج نتاق الرياضي هي اللي تدخ تماشيا في الكلام تقول فيه حتى عملت شوية تسخيارات واسألت في التراجل الرياضي في بعض المسارات واكدت لنا انه نفس الاسبائب اللي كانت موجودة وخاليت معتز زدام ما يلعبش قبل متعلقة بالانذباط ومور انذباطية وحاجت من النواح هذا ما زالت متواصلة حتى اليوم بعد عودتوا للتونس نذكره في فترة معين الشعباني كان يلعب ثم معين وليتار الفني قرروا انه يخرجوا من حساباته اسباب هو اسباب انذباط وسلوك واحد هما رياضيا حتى حد ما ينكر قيمة معتز زدام ديما تتعاود واضحوا انه بالمستوى اللي قدموا معتز زدام مع المسري الحقيقة ما يكنوا موجود مع التراجل حتى كنقارنوا معتز زدام ببعض الاسمان موجودة خاصة نحكي على منطقة وسط الميدان في التراجل يظهر لي عاون الخصال تاع معتز زدام مايش موجود في حتى حسب رأيه انا مانيش فني اما خصال كلاعب ارتكاز اللي يجيك يعاونك يدخل الهجوم اللي يسجل اللي عنده التزديد الخصال مانيش موجودة في حتى ملاعبي في خط وسط ميدان التراجل اما المؤكد هي الأمور ومسألة غامضة المؤكد وانه مسألة لا تمت بالجانب الفني بسيلة واضح وانه العلاقة توترت لسبب معين ممكن مسألة انذباط مرة اخرى ولكن الحقيقة ماذا بينا توضاح الأمور لانها مسألة غامض علش لا من جانب التراجي يصير بلاغ يحدد نوعية العلاقة يحدد المسألة ونحل الغموض اللي يساير ونتصور حتى المنكات يظهر لي فيها اذا كان ثم امكانيه وانه معتز زدام يكون موجود في مصر الظالم زال محلولة مازال محلولة ما صراحة بالعلاقة المتوترة سعيب وانه يكمل معتز زدام في التراجي ولانه الحقيقة فنيا حسب رأيه متوضع ما كانوا موجود فنيا في تشكيل التراجي سواء الاساسي ولا حتى يكون ضمن احسابات الاتار الفني مختلف من عاش تشاطر رفقي فنيا عنده بلاستو في الفريق واذا كان عنده بلاستو قادر يعاون ما كانش نجمه يلقى مثلا رونجمون ولا حل وسط شو نجم تعمل إدارة تراجي في الحالة هذه هل رأيك تربط معتز زدام تربط مع غاية الوهيب اللي كان يعني انترنسيونال وكابتان دي كيب ولعب في الارجنتين تربط مع محمد علي بن حمودة كيف كيف يعني البوغرة اللي رجع دريير مو هذو ما دي لسي بن حمودة خرجه لا لا نحكي لك أنا أسرته مو مو وقلي يحتي على مشاكل على المشاكل هذوما الملعبية كانوا دي لسي أكوتين لا سيبتهم لا خليتهم معاك هنا ما نعش بن حمودة خرجه لا نحكي لك من الأول من الأول في فترة ما هي الأربعة هذوما كانوا خرج القائمة لكن يترنيني وحدهم مشتبعين المجموع لهنية زم التوضيح يا ترى هي مسألة فنية ولا إدارية كان مسألة فنية هنا ما علي كاردوزو يوضح على خاطر شوفنا بوغرة كان دي لسي تو عود رجع يعني يعني الفارجوان دي لقرين واضح فنيا المعنى الكلام اللي عليه هو مو تزدام المعنى اللقرين واضح فنيا ما عليك خرجه من حسابات كاردوزو مالهو رجع بوغرة ورجع للاحسابات يمكن متعلقة بالمريكات ومالقاوش بديل وإلا حاجة من النواح هذا يخي رجع بوغرة ووقت لينا نقول فنيا ما عشي لزمني ما عشي يرجع للجروب أنا كمدرب ربش يكون واضح لكن هنا بشتعرف هو التدخل الإداري بالفني لكن كيف بشترجع فما الحقيقة فما فما برشاق عباجي انتي تشوف الترجل إذا بشتعمل على اللاعبين أنا جانب وين ملاعبية توانس مواطي الزردام اللي نصور عنده بوقته في المجموعة بوغرة عنده بوقته في المجموعة وكيف كيف غير الوهابي عنده بوقته في المجموعة انك تقارن الوهابي بالسميري بار اكزامل كومكسيال ونقول لك إلا بلد إكسبريني يعني الوهابي نجم يكون موجود كومكاتريا ماكسيال وهذا يتوجه كتشوف انتي بار اكزامل حتى بعلاقة بكاردوزو ودربالي انه يحب يكون بار اكزامل كوميلي دروافي بلستر ونقول لك ليه فما قابجي هنا معتزة الدام يا حاشتك بيه ما حاشتك بيه إذا انتي تتول مركات ومنعش مزال عليه جمعة في مصر تقريبا هك مفهمش عرض رسمي انتي عليش ترجع فيه مملون قوله برا تصرف وشوف مع المناجر متاعك ويمشي على روح ويمشي كو على خاطر هو سرته ممونجح ما نحبش نحكي انا اللي جيان بي فيه وكيف كيف حسب نفس المصدر يقول لك معناها برشة كلمات هاو بيراميد ستربته هاو الاسماعيدي هاو شكون لكن رسميا موصل حتى اوفر حتى شباب المزديد فما كلمة على امكانية تعاق فمش اوفر افسير يقول لك إذا كان هو بالمستوى الذكر في مصر لها الدرجة معناها ما فما اشتدي زوفر فيه معناها فما حاجة غامضة في الافق معناها بين الزوية مش مكشوفة معناها واضح فما كما يقولوا كيكوزكي كلوش هو يشوف الأمور مش فني خاطر كان فنيت بركال رفقي مجد وقال في معتزة ديم وعلى أقل أنا بش مقولش عنده فالفاع عنده وعنده بلاسته لكن انتي الهنازة دا كتراجي يزبكي تعمل رؤية قدام بش تلعب كل ترواز جور ماتش يعني كتوخز القدام مع الضغط متاع سوبر ليغ وشامبينز ليغ والموندياد نتصور هنا ديما نعاود ديما نقول رأي تراجي خرجت مع قرقن وخرجت مع مساكن وقت لي خرجت ليزي ترانجي لكل ملقاتش التوين سيدي بش يلعب نتصور الملعبين هذو مسارتا ممورة ونجم يكونوا هم البدلين في ماتشات الحقيقة أقل شوي من سوبر ليغ خلينا نقولوا كردوز ومعمل برش علي زي ترانجي رأي معتزة ديم قيمة فنية تقول انت يا انجيراب انت هناك مسؤول تنقى محل وتعيطه وتنبع لي وتحط إخيوات الموة بناتنا نحنا كونترا الكونترا شفي في ليجين دو في متاعك فنية عندك الانترنير يهبط ويهبط ويهبط حر فيه لكن نحكيه على معتزة ديم على الجين دو في البر في مصر العبود بركلالي في بيراميد زوفمتي وعطاء رانضمون في المصري البورسعي لهنا مثلا انا تحب نعود نرجع حتى معتزة كين العب في التارجي عطاء رانضمون ترقى لهنا الجين دو في فأما مسؤولين في التارجي طعيت الوقتي وتحكي معه لكن القطيعة باش تحطوا دي لسيه هو بيدو زيدك شوفت حتى كل مرة يهبط روح كل مرة فما تلميحات كل مرة يعني حاذراني كذي هني انتريني وحدي لحقيقة شوف انا دي ما اقول التارجي زاد عليها ان توضحوا امورها ما اللعبين الكل خروج شعليلي باركزامبل خروج شريف بن شريفية مثلا علقت معتزة ديم رواصلت الموم الملعبية هذو ما كي عطوك رانضمون وصير مش يعني في وقت معين تاح رانضمون تيعولوا معاش يصلح ومعاش باي خطر دي ما الملعبية هذو ما رواصلت الموم ستوني سويت التارجي انا نصور معتزة ديم حالين ما زالوا تقريبا ما عافش انا من جمع المركاتو في مصر تقريبا هكيك جمع يبش يلقى حل يبشو متخوش تستنى يا لقيت الباديل يا ملقيتش الباديل كي ما سار مع ابو قره ولي قلت وانتي طو انا متأكد انا ملقاش الباديل برا راجع ابو قره طوو نتصور معتزة ديم فما امور جين دي في ما على المسؤولين ولي رذب النور ويحكي معاه خاطر نشوف مشتاو مشتاو اما دي سيش هالرياخر رو كل العنصر في التارجي رو مهم ومهم جدا يام انتي كمدرب كيفش تعمل في الحالة هذه بين ملاعبين مثلا قيمة ثابتك فنيا وبين هذا مؤكد معنا نقول لك حاطر مصادر في التارجي قل لك الحياة وخارج الملعب هي اسباب في انه بعيد على المجموعة الان ومشكلة كامواتزة ديمبرك ومشكلة معظم الجوار التونيزيان معظم جوار التونيزيان تشوف في ماتا انهو با دي كونسية معاه ماتا الزادام بعد ما تش نذكرها بعد ما تش ليتوال تبدلت لاحية متى اوكل صارت له ماتا دي بروبلم مناعش ماتا اللي صارت له ماتا شني بالضبط الجين دو في نس كل تحكي فيها ماتا ليهو ماتا الزادام عندو ان جين دو في كاليتي تكنيك نخيين توقاله في ماتا ماتا يستحقوا واكثر ممي يستحق يمكننا أن تساعد المستوى في المنظومات كانت كبير يسر المنظومة ويسر المنظومة ومعض المنظومة التي تساعد المنظومة في السنة في المجموعات المنظومة المنظومة في الترجي برشاني قد استفهم برشاني قد استفهم الكل سورته معت المركات وفاق. لماتش وربعه عظم ومشي جيبينتو للشامبيونز ديك. دونك انا بنسبة لينا معتاك كمعتزدين قيمة فنية ثابتة وقيمة فنية محتاجتها الترجي رادي تونسي. لازم. اما احنا محتاجين توضيح فيما يتعلق بالمسألة متاع علاقة الترجي معتزدين. معاك. يعني غموض كام. ملاش احنا نحكيه على الامور خارج للتار الرياضي. ماذا بينا يصير. مش اول مرة في الترجي. الرؤية تتضح. ميسالش. في علاقة معتزد دامني. يعنو في تونس وفايل مركاتو. مازالت جمع على غلق مركاتو في مصر. ماذا بينا ما ينقصنا. هو معلومة تكون واضحة. وهكا الغموض ما منخدوش نحكيه واحنا. مش اول مرة ذي في المعطب. مش اول لعب. هو صعيب لحقيقة. طبش نجيه برفقي. مثلا. كان جيت عنده بلسوير. بشي قولك جمع ولا جمعتين. نجيه بيكون فهم التوضيح. مجيه يقول لك روه ليجيان دو في متاع وصفتان. حتى نحطينه كو تسعي بيسر. فمتني. صور لي. مراد حوصيت خيانس ما عليك في الموضوع. انا منختلف شوية مع الوخيان في حكاية انه القرار متاع البعاد متاع ويكون على اساس ليجيان دو في. على خاطر اعتقد توا في الوقت ذايا. عندها الملاعبين نحاسبه في تيران. اعطاني رندمان. البره شنو يعمل و مروه. البره شنو يعمل و مروه. علش. على خاطر مكش تحط عساس على الملاعبين الكل. معنت هو طوى مثلا معتز صدام انا من اصحابه مثلا. كالكو رنسان معلومات. يقول لك انه طفل يقول لك انا سيبالا ميرا بوارلي قاعد نعمل فيه هنا. لاني نعمل في جرائم ولاني نعم في كذا. عندي ريتم دو في متاع جن نصهر ونمشي وكذا. وموري. انا مذكر قلب هجوم منشستر يونايتد روني. وين روني كانت عنده يجين دو في عجيبة جدا معنتها. ما هو بركم؟ ليه وقتها سئلوا سيرفر فرغوسون. سئلوه. قالهم في التيران شنو هو. جمون فيش بامال باللي عم في البر. عندك ملاعبية الفالور متاحهم قوية. تعرف وقتاش انا وقتاش ان حاسبه. اذا كان هو قاعد يفسد في المجموعة. وقتها وقتها ستون لين يروش. نتذكر انا ما بغير ما نسمي يا سامي. ثم عام النادي الافريقي جابت ملاعبي ملاعبي معنت. نتذكر انا وقتها كنت في الهايئة مع شريف بالامين الله يرحمه. جابت ملاعبي غير عادي. معنتها بعد شهر ثلاثة ملاعبية يفزدوا معه. باللي عم فيه. ثمت وقتها تولي مشكلة. اما هذا الطفل هذا. اذا كان الامر يتعلق بهو فقط. ما عندوش تأثير على الجروب. ما هوش مثلا قاعد يفسد في اللي جون في كذا. اخوي اذا كانوا قاعدة يعمل في البلوس. ولكلكم ظاهر لي فنين انه ما نحكيش فنين. كلكم فنين قلتوا انه قادر انه يعطي لي ظف. دونك اعتقد انه الهايئة المديرة مانيش معتي في مواعظة ما اعتقد انا انا مثلا نتصور يقعدوا معاه ويفضوها عليه اشتاو الهايئة ساكتا وهو يرمي في كلام في في الاستاتيو. ويخرج البرة يحب يبيني لهم اللي هو ان جران جوار وصل في مصر عمل البدع. دونك انا نتصور انه ترجي رياضي اذا محتاجته. كما كنت نحكي معانتها ما يتعلق بحياته الخاصة اذا كان ما مش بشي اثر على الجروب وعلى مردوده. فذلك امره يعنيه. فما حاجة واحد اخرى بوتيتر اه بوتيتر. خطر هو مطلوب من قد اندي في في مصر. ما يجي من جوان. كما قلتك اي ايام اذا فما حاجة اوفيسية. لا لا ما زالت مركز مكتعرف في مصر او حاجة او حاجة واحد اخرى في مصر. مخاطر يعرفوك لابا الاسبيرانس دونك هما قاعدين كما قلو في متر ركتار في السيرتو طوى ثمم لعب اخر عليه الاحديث النهارين. يقول لك زاد علي جماعة فرض و جماعة صن وموجود في الجروب ويلعب وليهو. دي ما طياش اللي يكون هكيكا ودخلها في المهم كامل يامي كامل. اي دونك ما قلت بتيتر ماتا معتز عندو ديزوفر تصور ماتا في في مصر يخلصوا بالجداء وماتا اكثر من تصور من العرض متاع التراجي. يقول لك انا انت مرد توا بش يجيني لوفر غادي كنا مش على روحي. بانتا تركيها تخمينياتا يا راو فامني. اما كفالير تكنيك فالير تكتيك كا كبوتونسيال راو الوليد راو مش تستحقوا التراجي و تستحقوا لكيب ناس هوا الكنترات متاع ويوفر في 2016 وحتى موش كان هو رد رفقي معنها. برشة ملعبي عاليوم الكلام كما قالوا سيرو محب السامي لكن برشة ملعبي عاليوم الكلام. موش كان فالتراجي في برشة جمعيات ويلعبوا. عش كاينه هو كاينه في زي معنى. ممكن اسليام لانه تجربة لولا اللي انجح فيها نسبيا. مكنش ناجحة 100% تجربة لولا مع التراجي اللي هو واضح وسبب الموش فني. ممكن هذيك السبب لولاني يخلي ديما نرجعه للامور الغير الرياضية. الامور الغير فنية لسبب رئيس يرى هالعلاقة متوترة بين معتزة الدام والتراجي. ممكن الميتر قال اذا كان هو عنده سلوك معين يخصه هو. علش لا الناس كل حتى في امثلة في العالم كما قال روني في مجلسة رونيتد ولكن علش لا من من ننفيه فرضية وانه ينجم يكون اثر في وقت سابق على افراد من المجموعة. يعني قتلك انا قل. ينجم فرضية. رأي فرضية ممكنة. نعطيك اكزامبل. هاو نعطيك اكزامبل متاع لي اثر. بظهر معلومة نعرفها حق اليقين الاطراف موجودة. في البي اس جي عم نقول. تذكروا مشكلة مبابي مع الادارة متاع البي اس جي نوصلي الدخل حتى في النجوم الموجودين. علش كان يدخل في النجوم الموجودين. واذا يصدقني معلومة نحكي هالك من صديق فرنساوي وقريب معنتها لل الفريق. وراني حتى في باريس وراني الملها اللي يقعدوا فيه. ميسي نيمار سيرجيو راموس. يقول لي المشكلة وقتها بمبابي عليش تغشش. لانه نون سلمون هما يصهروا كنجوم. يهزوا في معهم. يأطروا فيهم. يأطروا فيهم. قال لي الكاترر دو متاعي. ورهيلي مع انت بحضة لارك دو تريونف قال لي يقعدوا لهنين لاربع انت عصباح. قال لي مع انت مش يحكيوا لي راههم بعينيه قال لي مع انت لاربع وانت لاربع وانت لاربع انت عصباح. تذكر ليس انه ما نفيش فرضي وانه راوي الهجم يكون اثر على فرض من المجموع. نحكي على التجربة نحن تكون فرضي كبير. واضح. باي مش مشوا موزيكا. اشني حكاية رودريكو رودريكي ازي. قول لكم ماهدي عبيدي سلم عليك واشنو. سلمان على ماهدي. احنا نحبه الاسامي الاجنبية في التعليق نشيخه على النطق. سلم عليكو رودريكو رودريكي ازي. باي مشو فاصل خطيني موزيكا بعد قبل بقي تحصتنا اليوم.